بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في منتدى الوحدة والشورى والعدد قدمنا سلسلة مواضيع حول الرؤية القرآنية للصحابة الكرام والتي كانت تقوم على الإيمان بالله والعمل الصالح كما قدمنا في حلقة أخرى موقف الصحابة أنفسهم والتابعين من الصحابة ثم تتركنا في حلقة أخرى إلى نظرية الحنابلة التي قالت بأن الصحابة كلهم أدول وأنهم لا يخطؤون وأنهم جميعا في الجنة ومجرد واحد يشوف النبي لحظة واحدة فسوف يكون هذا يعني مؤمنا وصالحا وصادقا ولا يستحيل ويستحيل أن يكتب مثلا في هذه الحلقة والحلقة القادمة سوف أقدم نظرية الشيعة حول الصحابة وهل كانوا مثلا يتخذون مواقف سلبية منهم أم كانت مواقفهم إيجابية وتحترم الشيخين بالخصوص الشيخين أبي بكر وعمر رضا الله عنهم موقف الشيعة وأئمة أهل البيت الإيجابي من الشيخين أبي بكر وعمر والصحابة الكرام إذن فإن الفتنة الكبرى التي عصفت بالجيل الأول من المسلمين جيل الصحابة يعني فتحت الباب أمام عملياتي نقد واسعة ضد عدد من الصحابة الذين قادوا الحروب والمعارك منذ حصار أثمان وقتله مرورا بحرب الجمل وانتهاءا بحرب صفين ولم يكن نقد الصحابة أو ما يسمى سبهم أو لعنهم أو تكفيرهم يقتصر على الشيعة الذين لم يكونوا قد تبلروا بعد كطائفة خاصة وإنما كانوا لا يزالون حزبا سياسيا يوالي الإمام علي عليه السلام أو كانوا في فترة معينة يمثلون التيار العام للمسلمين في أهد حكم الإمام ثم تشعب منهم الخوارج الذين انشقوا على الإمام علي وكفروه بعد أن كفروا أثمان مثلا واندمج قسم آخر من الشيعة في صفوف معاوية بعد تنازل الإمام الحسن عن الخلافة وبما أن الشيعة في ذلك الوقت لم يكنوا يمتلكون أي نظرية سياسية خاصة بهم كنظرية الإمام الإلهية التي ولدت فيما بعد فقد كان موقفهم من الشيخين الجليلين الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان موقفهم موقفا إيجابيا وعاديا كموقف بقية المسلمين وكانوا يكنون لهما كل المحبة والتقدير بل وعمل بعض قادة الحزب الشيعي ولاة لأمير المؤمنين أمر بن الخطاب مثل سلمان الفارسي الذي أصبح والي المدائن وعمار بن ياسر أصبح والي على الكوفة والبراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف وأثمار بن حنيف وحجر بن عدي وهاشم المرقال ومالك الأشتر كلهم كانوا يعملون في دولة أمر بن الخطاب وعندما استشارى عمر الإمام علي في الشخوص لقتال الفرس بنفسه كما طلب قادة فارس قال له الإمام إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خضلانه بكثرة ولا قلة وهو دين الله من الله والله منجز وعده وناصر جنده والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام وعزيزون بالاجتماع فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دون كنار الحرب فإنك إن شخصت يعني إن خرجت من هذه الأرض من المدينة انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك كما أورد في نهج بلاغة خطب معروف وهناك رواية يذكرها ابن قتيبة الدينوري ومصادر شيعية أخرى تؤكد هذا المعنى وتقول إن حجر بن عدي وعمر بن الحمق وعبدالله بن واهب ابن واهب الراسبي دخلوا على علي فسألوه عن أبي بكر وعمر ما تقول فيه ما وقالوا بيّن لنا قولك فيه ما وفي عثمان فقال علي وقد تفرغتم لهذا معكم شغل بعد الآن يعني وهذه مصر قد افتتحت وشيعة فيها قد قتلت إني مخرج عليكم كتابا ونبئكم فيه ما سألتموني عنه فقرأوه على شيعة فأخرج عليهم كتابا فيه فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وآله تنازع المسلمون الأمر بعده فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر على بالي أن العرب تعدل هذا الأمر عني فما راعني إلا إقبال الناس على أبي بكر وإجفالهم عليه فأمسكت يدي ورأيت أني أحق بمقام محمد في الناس ممن تولى الأمور علي فلبت بذلك ما شاء الله حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام يدعون إلى محو دين محمد وملة إبراهيم عليهم السلام فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى في الإسلام ثلما وهدمى تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولاية أمركم التي إنما هي متاع أيام قلائل ثم يزول منها ما كان كما يزول السراب فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فباعته ونهضت معه في تلك الأحداث حتى زهق الباطل وكانت كلمة الله هي العليا وأن يرغم الكافرون فتولى أبو بكر رضي الله عن تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد فصحبته مناصحا وأطعته في معطاء الله فيه جاهدا فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وبايعنا وناصحنا فتولى تلك الأمور فكان مرضي السيرة ميمونة نقيبة أيام حياته فلما احتضر قلت في نفسي ليس يصرف هذا الأمر عني فجعلها شورى وجعلني سادس ستة ثم قالوا لي هلما فبايع أثمان وإلا جاهدناك فباعت مستكرها وصبرت محتسبا وقال قائلهم إنك ابن أبي طالب على الأمر لحريص فقلت لهم أنتم أحرص حتى إذا نقمتم على عثمان فقتلتموه ثم جئتموني تبايعونني فأبيت عليكم وأبيتم علي فنازعتموني ودافعتموني ولم أمد يدي تمنعا عنكم ثم ازدحمتم علي حتى ظننت أن بعضكم قاتل بعض وأنكم قاتلي وقلتم لا نجد غيرك ولا نرضى إلا بك فبايعنا فبايعنا لا نفترك عنك ولا نختلف فبايعتكم ودعوتم الناس إلى بيعتي فمن بايع أعطائعا قبلت منه ومن أبى تركته فأول من بايعني طلح والزبير ولو أبيا ما أكرهتهما كما لم أكره غيرهما فما لبث إلا يسيرا حتى قيل لي قد خرج إلى البصرة في جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة وسمح لي بالبيعة هذا في كتاب الإمام والسياسة جزء واحد صفحة 133 إلى 134 وعندما جدد الشيعة بيعتهم للإمام علي بعد خروج الخوارج إلى حروراء والنهروان قالوا له نحن أولياء من وليت وأعداء من عاديت فشرط لهم الإمام أن يوالوا من والى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعادوا من عادى على سنته فجاء ربيعة ابن أبي شداد الخثعمي وكان صاحب راية خثعم في جيش الإمام أيام الجمل وصفين فقال له الإمام بايع على كتاب الله وسنة رسوله فقال ربيعة وعلى سنة أبي بكر وعمر فقال الإمام لو أن أبا بكر وعمر عمل بغير كتاب الله وسنة رسول الله لم يكون على شيء من الحق وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته التي بعث بها إلى أهالي مصر مع قيس بن سعد ابن عبادة وليه على مصر فلما قضى رسول الله من ذلك ما عليه قبضه الله عز وجل صلى عليه ورحمته وبركاته ثم أن المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين عمل بالكتاب والسنة وأحسن السيرة ولم يعدوا لسنته ثم توفاهم الله عز وجل رضي الله عنهما هذه الرسالة موجودة أيضا في كتاب إبراهيم بن هلال الثقفي في كتابه الغارات جزء واحد صفحة مئتين وعشرة والسيد علي خان الششتري في كتابه الدرجات الرفيعة صفحة ثلاثمائة وستة وثلاثين والطبري في تاريخ الأمم والملوك جزء ثلاثة صفحة خمسمائة وخمسين وقال عليه السلام عن أخيه عمر بن الخطاب بالخصوص لقد كوم الأود وداوى العمد وأقام السنة وخلف الفتنة ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه هذا أيضا في نهج بلاغة خطبة مئتين واثمانة وعشرين وتجلى هذا الموقف الإيجابي من الشيخين أيضا في ثقافة أهل البيت عليهم السلام وخصوصا في دعاء الإمام السجاد علي بن حسين الذي يقول فيه اللهم وأصحاب محمد صلى الله عليه وعلي خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم خجة رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به وما كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته والذين هجرتهم العشائر التعلقوا بأروته وانتفت منهم القرابات السكنوا في ظل قرابته فلا تنسى لهم الله اللهم تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك هذا الدعاء الرابع من الصحيفة السجادية وقد روى الكليني في كتاب الروضة من الكافي عن أبي بصير قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام يعني إمام الصادق اتدخلت علينا أم خالد تستأذن عليه فقال أبو عبد الله أي سرك أن تسمع كلامها قال فقلت نعم قال فأذن لها قال وأجلسني معه على الطنفسة قال ثم دخلت فتكلمت فإذا أمر أبا ليغة فسألته عنهما أي عن أبي بكر وعمر رضي الله فقال لها توليهما قالت فأقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بولاياتهما قال نعم وينقل كثير من المصادر السنية كالبخاري أن الإمام علي كان يقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري حديث رقم 3671 حتى أن القاضي المعتزلي عبد الجفار الهمداني هذا كان في القرن الرابع الهجري والخامس نقل في كتاب تثبيت النبوة أن أبا القاسم نصر بن الصباح البلخي قال في كتاب النقض على ابن الراوندي أن سائلا سأل شريك بن عبد الله فقال له أيهم أفضل أبو بكر أو علي فقال له أبو بكر فقال له أبو بكر أفضل فقال السائل تقول هذا وأنت شيعي فقال له نعم من لم يقل هذا فليس شيعيا والله لقد رقي هذه الأعواد علي فقال ألا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وسواء صحت هذه الرواية أم لم تصح وذلك لأن الشيعة عموما كانوا يعرفون تاريخيا بتفضيلهم الإمام علي فإن من الثابت أن الشيعة في القرن الأول كانوا يحترمون الشيخين ويوقرونهما أشد توقيع ولم تكن لهم مؤاخذات إلا على بعض الصحابة الذين حاربوا الإمام علي أو اختلفوا معه وهذا ما يؤكده إمام أهل السنة في القرن الخامس الهجري اللالكائي حيث يروي عن حديث ابن أبي مطر يقول سمعت سلامة يقول جالست المسيب ابن نجية الفزالي في هذا المسجد 20 سنة في مسجد الكوفة وناسا من الشيعة كثيرا فما سمعت أحدا منهم تكلم في أحد من أصحاب رسول الله إلا بخير وما كان الكلام إلا في علي وعثمان كان ناس يتناقشون ويردون ويأخذون هذا في كتاب السنة موقف الشيعة من أبي مكر وعمر حديث رقم 2613 أجل إن التاريخ يسجل إن الأجيال الأولى من الشيعة وخاصة في القرن الأول الهجري قالت إن علي كان أولى الناس بعد رسول الله لفضله وسابقته وعلمه وهو أفضل الناس كلهم بعده وأسجعهم وأورعهم وأزهدهم هذا كان معروف وأجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر وعمر وعدوهما أهلا لذلك المكان والمقام وذكروا أن علي سلم لهما الأمر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك حقه لهما فنحن راضون كما رضي المسلمون له ولمن بايع لا يحل لنا غير ذلك ولا يسع منا أحدا إلا ذلك وأن ولاية أبي بكر صارت رجدا وهدى لتسليم علي والرضا هذا مؤرخان شيعيان من القرن الثالث نجري يذكران هذا الموقف من الشيعة اللي هما أنه بغتي في كتاب فرق الشيعة صفحة 22 والأشعر العمي ومن أشعر علماء قوم في تلك الأيام في كتابه المقالات والفرق صفحة 18 فإذا نشوفوا موقف الشيعة الأول كان أنه ما دام اللمام علي بايعهم ورضي بهم فخلص نحن ما أدى إشكال عليهم ولو كنا نعتقد أن اللمام علي أفضل ولكن بالتالي هو بايع وقبل والمسلمون بايعوهم ورضوا بهم بينما قالت فرقة أخرى من الشيعة إن علي أفضل الناس لقرابته من رسول الله ولسابقته وألمه ولكن كان جائزا للناس أن يولوا عليهم غيره هذا راجع للناس إذا كان الوالي الذي يولونه مجزئا أحب ذلك أو كرهه يعني إمام علي فولاية الوالي الذي ولوا على أنفسهم برضا منهم رجد وهدى وطاعة لله عز وجل وطاعته واجبة من الله عز وجل طاعة هذا الإمام اللي الناس من تخبيه أيضا طاعة واجبة من الله عز وجل أيضا نفس المصدر المصدران النوبختي فرقة الشيعة والقمي الأشعر والقمي المقالات والفرقة وقال قسم آخر منهم إن إمامة علي ثابتة في الوقت الذي دع الناس وأظهر أمره يعني الإمام لم يكن عليه نص من الله عندما هو صار إمام مبايع والناس وأظهر أمره صار إمام هذا أيضا نوبختي في فرقة الشيعة سبحة 54 فإذن شوفوا الموقف الأساسي والأصلي للشيعة هو احترام الشيخين واحترام إرادة الأمة في انتخاب الإمام وما عندهم مشكلة لا في أبي بكر ولا في أمر ولكن المشكلة حدثت في القرون اللاحقة عندما دخل الغلاة وكتبوا التاريخ من جديد وأشاعوا الأفكار المتضرفة وسوف نتطبق لذلك في الحلقة القادمة التي عنوانها الإمامان الباكر والصادق يأمران الشيعة بتولي الشيخين ويتبرعان من الغلاة الرافضة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر